كلمة أخيرة في موضوع الفداء يعني إذا بتحبّي تشاركي بالذات عن تغييرك أنت والتغيير اللي أنت اسمعتي وأكيد اللي راح يتصلوا كانوا بدي يتكلموا عن التغيير لكن للأسف الوقت أزف تفضل ليه الفداء عمل فيّ إيه غير فكرة الخوف من ربنا بقت مخافة ممزوجة بالبتنان باحترام كمان باحترام وامتنان لعمله ما بقيتش خايفة أنه هو يبقى بالمرصاد لكن أنا بقيت علاقتي بي من الخوف تحولت إلى مخافة ممزوجة بالامتنان والاحترام لي بالحب لي المستقبل المجهول بالنسبة لي بقى مستقبل مضمون فيه هو لأنه هو ضامن مستقبلي هو ضامن الأبدية أهدافي المستقبلية بقت مختلفة لأننا مع المسيح صلبت الأحياء لأنا بل المسيح فأهدافي بقت في المسيح أصبحت أهدافه وبإمكانياته مش بإمكانياتي بقى السلام بيتضفق في حياتي فكل الأمور ده هي بيملاني بالسلام والمحبة وعلاقتي بي علاقة الحب علاقة الأب اللي بيهتم بكل تفاصيل حياتي اللي بيرعاني واللي بيحميني واللي ضامن إن أنا همشي معاه وهكون معاه للأبد أنا في إيده أنا محمية ده ده ببساطة كل الأمور يعني تقريبا كل الأمور اللي أنا حسيت بيها أو بشكل بسيط الأمور اللي أنا فرقت معايا أما أنا قبلت المسيح وأن أنا مشيت معايا